بسلسية الدم وبالروح نفديك يا أقصى ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة بعد صدق توقعاته الأخيرة مش الحقيق يصيب مرة جديدة لإسرائيل ويكشف عن توقعات مرعبة برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم هبدأ حرقتنا بالدعاء لفلسطين قال لهم إن لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا اللهم منصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواء لهم أمين يا رب العالمين نرجع لحلقتنا النهاردة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي توقعات لمشي الحقيق اتنبأ فيها بعملية طفان الأقصى اللي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي أهداف كتائب القصام الجديدة رح تشكل مفاجئات للجميع رجع من ثاني اسم العراف اللبناني مش الحيق للوجهة وشغل بال مواقع التواصل الاجتماعي مرة جديدة من أين جاء حيق بتوقعاته التي وقعت بحذفرها خصوصا بعد توقع الإسرائيل في حلقة استثنائية مع الإعلامي هشام حداد تحدث فيها حيق عن إسرائيل وإنها هتعتدي على نفسها بكرة شايف إسرائيل عم تعتدي على إسرائيل وبالتالي من حالة الارتباك التي تعيشها إسرائيل تحت وطء التفان الأقصى تحدث الإعلام الإسرائيلي عن مقتل إسرائيلي برصاص الأمن الإسرائيلي كانوا في الأول زنو فلسطيني فأتلوا لكن بعد كده تبين إنه لم يكن من المقاومة الفلسطينية وإنما إسرائيل إطلاق النار من قبل جنود إسرائيليين على جنود إسرائيليين طبعا هذا بسبب حالة التوتر الشديد والارتباك لدى قوات الجيش حسب مسائل الأنار الإسرائيلية فقد اشتبهت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين في إحدى السيارات وتردتها معتقدة أنها تنقل مقاومين فلسطينيين فالعملية المفاجأة أثارت الاجتباه داخل إسرائيل مصادر إسرائيلية ذكرت قبل قليل عن مقتل مستوطن برصاص جيش الاحتلال في منطقة إشديرات بعد الاجتباه بأنه أحد المقاومين الفلسطينيين وهذا الحدث تكرر أيضا صباح هذا اليوم وده اللي تكلم عنه مشي الحيك أو بيفسر توقع مشي الحيك إسرائيل بتقلب على إسرائيل أو إسرائيل بتقتل إسرائيل وفيما يليه توقعات مشي الحيك اللي حصل منها الكتير من 2022 ل2023 بيقول مشي الحيك وثلاثية الدم بالروح نبديك يا أكسى ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة الأحداث التي رح تخد إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبتلها أسرى بالسجون وأضاف رح يتزا من الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمني وعارض صحي بيتأرجح نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بقراراته بأوامر نارية بموجهة النار بيذكر الناس بتاريخه كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عساب وأرضف حي قائلا أحمد الضيف بمهاب بعض الملفات الخطرة وحركة مفصلية بالزعزع مفاصل جهاز أمن إسرائيلي زمن اللوعي الحارب الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولا بتنسب إسرائيل فخ نفسها وبتجر نفسها على المعركة جنون على إسرائيل فوق المية وتحت المية كأن ميشيل حيك بيوصف اللي حصل بالزبط كأنه سيناريو لفيلم بيتحقق بحزفيره أو بيتمثل بحزفيره وأوضح حيك أن فصيل من فصائل فلسطين سينطلق بعكس السير ويسبب ورطة لباقي الفصائل المسجد الأكثر سيكون محور الاهتمام وأرض الأحداث ومصنع الأخبار ومصدرها القدس الشرقية أرض الشرارات سيناريو إسرائيلي رهيب بتكتيك مخادع لإسقاط عشر أحجار وربما حيد كامل من المسجد الأكثر من قلب النار والدمار السلام سيخز غزة امرأة إسرائيلية ستحتل المشهد سيتسلل الحدث من داخل أحد السجون الإسرائيلية ليحد الصدمة رحلة سياح إسرائيليين ستتحول لمأساة وقال مشي الحي الحاخ خامات سيحتلون الوجهة في المرحلة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها في يوم من الأيام ليس بعيدا لن يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل وصعودية ومن ضمن ما جاء على لسان مشي الحي للبنان بشارة ولدات جيدة ومن جيش لبناني وافي وقوي مع سلاح قليل إلى جيش أكتر وفاء وأكتر قوة وسلاح ومن بلد مهدد من داعش والحركات الأسلية البلد سيستشهد من جديد اغتيالات ومعارك وانفجارات ومن بلد يوجد على حدود إسرائيل ومخططات إسرائيلية تنتظر ساعة السفر من أجل الانتقام اللبنان ودربه والقضاء على أحلامه من كل هذه الويلات المرسومة إلى وطن سيكون قادرا مرة أخرى أن يقف في وجه الحديد والنار ويرسو نحو أحلامه بلبنان أحلى وفعلا إسرائيل كانت منتظرة أي حاجة علشان توجه دربة للبنان وده اللي شفنا حصل فيه توقع مخيف لمشي الحاج ومش عارفة أفسره بالزبط بيقول إن الجيش الإسرائيلي سيتبين له أن رجال الحزب خلفه وليس أمامه التوقع ده معناه خل دماغي لبت أنت فهمتوا اللي أنا فهمتوا ياريت تقوليلي في كومنت الجيش الإسرائيلي سيتبين له أن رجال الحزب خلفه وليس أمامه نرجع لبقى التوقعات توقع مش الحيك رصيد جديد لمية خليفة التي هي من أصل لبناني في عالم الشهرة بتعبره على جسر محفوف بالقليل من المشاكل مية خليفة طلعت نددت بأفعان إسرائيل وقالت أن أمريكا تدعم إسرائيل بحربها على فلسطين من فلوس الدرايب اللي بنتفحها لأمريكا وطبعا نددت بكل اللي حصل وده طبعا عمل لها مشاكل وخسرة شغل بالملايين وألغوا التعاقد معها وأفلوا قناتها علشان قالت كلمة حق هذه ممثلة الأفلام الإباحية بسبب موقفها خسرت الملايين من الدولارات في تعاقدتها وليست ندمة ما نزرتكم إليها الآن أما لوحة الختام في توقعات مش الحيك فجاء فيها أن العالم منشغل بحروب عسكرية واقتصادية وبابا روما منشغل بحرب من نوع آخر العدو فيها شر البابا فرانسيز بحرب شرسة ضد جيش من الشياطين مسلح بكل أنواع الشر ولكن نتائج المعركة ليست لصالح البابا وهو أمام خيارين إما على خط البابا بندكتوس وإما الغرق في بحر من السراعات والجروح والدماء وعبر أحد رواد منصات التواصل عن دهشته من توقعات مش الحيك ونسبة تتبقها مع تفاصيل توفان الأقصى وقال في تغريدة على تويتر شيء مش طبيعي ومش مفهوم وبيحط العقل بالكب والآخر لا شعوزة ولا صدفة كل ها المتنبئين بيشتغلوا بأوامر وفيه مين عم يكتب لهم التوقعات صار واضح الموضوع وفيه مسلسل لعبة فهدي بيشرح كيف كل السياسيين بيستخدموا هالناس لغايات والأجندات معينة وغرد آخر هل حماس قعدت مع مش الحيك وشرحت له تفاصيل العملية والمخابرات الإسرائيلية معرفت ده سؤال كلنا بنسأله البعض إزاي إن حماس عملت كل ده وإسرائيل ولا هي موجودة ومش الحيك عارف وهم مش عارفين ففيه شيء مش مفهوم في الموضوع وردت عليها أحد المتابعات قالت أكيد مو حماس قعدت معه وشرحت له فيه شيء عم يصير بالعالم رح يغير ملامح الكرة الأرضية ويغير موازين القوة وما تستغربي شيء أبدا وكل شيء وارد وعم يتخطط من قوة أكبر منا كلنا والأيام اللي جاية رح ترسم ملامح عالم جديد بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتمعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار كل فيديو جديد ياريت دعموني بلايك كومنت وشير شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم你在 Behind the video